أول أرض اتعبت فيها الأصنام هي الأرض اللي كان عايش فيها راجل صالح كانت الناس بتحبه جدا وكان اسمه ود والحكاية بدأت بتخطيط شيطاني فلما مات الراجل الصالح ود حزنت الناس عليه جدا إبليس شاف كمية حزنه وجزع كبيرة من أهل ود وناسه اللي كانوا بيحبوه لدرجة كبيرة فرح لهم على هيئة راجل وقال لهم أنا شايف أنكم زعلان جدا على موت ود فلو عاوزين أن يعمل لكم تمثال بيشبهه تضعوه في مجالسكم علشان تفتقروه ويبقى تخليد لذكره هعمل لكم فقالوا لهم وفقين أعمل التمثال إبليس صور لهم تمثال شبه ود بالزبط ووضعوا في ناديهم بعدها فرحوا جدا وابتهجوا وبدأوا يزوروه ولما شاف إبليس مادة ساعدتهم بالتمثال قال لهم لو عاوزين أعمل لكل واحد فيكم تمثال يخليه في بيته عشان تفتكروه هعمل لكم فوافقه فعمل إبليس لكل بيت صنم وقدمه ليهم وبكده يبقى أول صنم على الأرض كان لود أكد أنت دلوقتي عاوز تعرف إزاي تطور الموضوع لعبادة الأصنام ومين هو النبي اللي بعث ليهم هقولك بس يا ريت قبل ما نبدأ تعمل لنا لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان نوصل للألفين مشترك ويلا نبدأ حلقتنا بعد موت سيدنا إدريس بعشر كرون يعني بألف سنة تقريبا كان فيه خمس أشخاص من العباد الصالحين ومن قطر تقربهم من الله الناس كانت بتحبهم وبتاخدهم قدوة وكان اسمهم ود وسواع وياغوس ويعوق ونسر الخمسة كانوا هيشين في العراق وبتذكروا في القرآن الكريم في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا الناس كانت متعلقة بالخمس أشخاص دول لدرجة غير عادية لأنهم صالحين لأبعد حد زي الأنبياء والخصوة وفيه أراءة تانية بتقول إنهم كانوا بيحبهم لأنهم كانوا بيفهموا في الزراعة وفي الري وفي موعد الفيضانات لحد ما ماتوا الخمسة هنا الشيطان بدأ يلعب في عقول الناس إنهم يصنعون لهم خمس تمثيل تعظيما لعملهم وعشان يفتكرون من خلال الأصنام دي وفعلا الناس اقتنعت مع الوقت وصنعت الأوسان دي وبدأت الناس تزورهم علشان تذكر من خلالهم ربنا وتتعبد وبعد مرور سنين طويلة وتغيير الأجيال واسوس الشيطان تاني للناس وقال لهم إن التمثيل دي غالية جدا عند ربنا وأقنعهم إن أجدادهم كانوا بياخدوها وسطى بينهم وبين ربنا وده خطأ جسيم لإن ربنا مش محتاج وسطى علشان ندعوله وفعلا الناس بدأت في التقرب من الله من خلال التمثيل دي وكأنها هتشفى عليهم عند ربنا ومع مرور السنين واع أول شرك بالله وهو إن فيه شخص سجد لتمثال ود ومع الوقت الناس اتبعته وبدأوا يعملوا زيه وبدأوا في عبادة الخمس أصنام وفيه تفسيرات بتقول إنهم عبدوا تمثال سيدنا إدريس قبل تمثال ود والله أعلم ورغم إن بداية الشرك هنا كانت خير ولكنه انتهى في النهاية بالوقوع في الشرك والكفر وعلشان كده هتلاقي في الأديان حاجات كتير محرمة ومقروعة لسد باب الزريعة والحاجات دي اللي ممكن تبدأها بنية خير فيدخلك الشيطان من خلالها هنا ربنا بعث ليهم سيد نانو عليه السلام وبدأ في دعوتهم لدين التوحيد وكأنه دين جديد رغم إن أجدادهم كانوا بيعبدوه اللي هو دين الله وحده وخد بالك هنا إن سيدنا نوح أول نبي يبعث لقوم كافرين الأنبياء اللي قابله كانوا بس بيوجهوا قومهم للطريق المستقيم ولكن هنا انت عندك أول بشر يعبدوا أصنام فسيدنا نوح أول نبي يتكلف برسالة صعبة بالشكل ده سيدنا نوح كان محتار يعملهم إزاي؟ عملهم بالترغيب شوية وبالترغيب شوية فما لقاش منهم رد فعل كويس بل فعلهم كان شنيع طردوه ورجموه ورفضوا ضحوته وفي يوم وسط العامة زود في حديثه وكلامه علشان يحسوهم على عبادة الله فكان ردهم إنهم قالوله فوق من ضلالك انت بشر زينا حتى اللي اتبعوك من أضعف القوم ولا يملكونا رأيا وبعد ما اتبعوك لم تزدهم شيء فما زلت بشر مثلنا لم يتغير بك أي شيء فرد عليهم في وسط الناس أنا لست في ضلال مبين إنما أنا رسول من رب العالمين وحاولوا إنكم تصدقوني وأنا نبي فاتبعوني ولكن إن لم تتبعوني لن أرغمكم يعني مش هغصب عليكم فلا حيلة لي من الضالة طويلة جداً واللي زودت طينا بلا إن مراته وابنه يام قفروا بيهم ما كمان فحس سيدنا نوح إن الوحده ولكنه ما يأسش وفضل تسعمية وخمسين سنة بيدعوهم بكل السبل ألف سنة إلا خمسين سنة بيدعوهم بكل السبل ليل ونهار في السر وفي العلانية وكانوا بيهربوا منه وبدأوا يعملوه زي المجنون أول ما يشوفوه يحطوا قديهم على ودنهم علشان ما يسمعوهوش وجلالبهم على وجههم علشان يمتنوا عن رؤيته لحد ما زاد استهزاقهم به وقالوله بقى لك كتير بتدعونا لو كان لك إله كان أنزل علينا فقوح الله لسيدنا نوح بإن بابة توبة أفل ومش هيتقبل توبة حد تاني غير اللي آمن به وقتها اللي آمن به كانوا عدد قليل جدا يقال 80 شخص من كل الأجيال فأمر ربنا أنه يصنع سفينة ويجمع فيها من كل زوج من الحيوانات والطيور وهينصروا على قومه اللي ظلموا فدع سيدنا نوح ربنا وقال وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا حتى في دعوته كان رحيم واتمنى لهم الموت لأن بابة توبة أفل وخاف يتمدوا في أخطأهم فيزيد عقبهم فجمع سيدنا نوح كل اللي آمن به وبدأوا في تجميع الأخشاب لتشييد أول سفينة في العالم ويقال أن الصحراء ما كانش فيها شجر وقتها ويقال أن ربنا أوحى لي من فترة طويلة علشان يزرع شجرة ويرعاها مئة سنة وياخد خشبها وغالبا الشجرة دي شجرة السنوبر صنع سيدنا نوح السفينة وكانت أكبر سفينة في العالم وده طبيعي لأنها كانت معجزة سيدنا نوح وكانت مكونة من ثلاث طوابق الأول للحيوانات والدواب والتاني للبشر والتالت للطيور ورغم كل ده محدش من قومه سابه في حاله وبقوا يلقحوا عليه بالكلام ويقولوله كل ما يشوفوه كان نبي إنبارح والنهار ده نجار وأوحى ربنا لسيدنا نوح بإشارة معينة لو شافها يعرف أن العذاب قرب وكانت غالبا الإشارة دي الطنور وهو فرن سيدنا نوح عليه السلام أن لو خرج منه مية يجمع من كل حيوان وطير زوجي ويطلع بهم على السفينة بسرعة ورغم ده كله رجع لأهله تاني يدعوهم لآخر مرة وردهم كان سخرية وتهكم عليه وقالوله أنت بنيت سفينة في الصحر إزاي هيوصلها مية وبعدها جيه أمر ربك بالعقاب ففتح عليهم ماء همر من كل أبواب السماء وانفجرت من تحتهم يا نبيع المية وبدأت السفينة تطفو جواها سيدنا نوح وأتباعه ويقال أن المية بلغ ارتفاعها عن أعلى جبل في العالم بخمستاشر متر وفي تفسيرات تانية بتقول تمانين متر وقتها عرف الوسانيين أن سيدنا نوح معاه الدين الحق وجير يورى السفينة اللي سخروا منها ولكن ربنا أغرقهم كلهم بعدما الدنيا بدأت تغرق والعقاب الإله خلاص بيموت كل البشر سيدنا نوح خف على إذنه وكان جواها أمل أنه ممكن يكون آمن به وكتم إيمانه في صدره دور عليه بعينه لحد ما شافه بيجري ناحية جبل فناداه يا بني تعالى معنا رد عليه الابن سأحتمي في ذلك الجبل حتى ترحل العصفة فقال سيدنا نوح ليس هناك حامل من الله وفصل بينهم الموك فاختفى عن أنظاره ولكن سيدنا نوح ما قدرش يخفي إحساسه الأبوة يا رب إنه ابني من أهلي وقد أخبرتني بأنك ستنجيني أنا وأهلي فأنجده فرد عليه ربنا إنما ابنك هذا عمل غير صالح ابنك ليس من أهلك إن أهلك من آمن بك يا نوح وفي عشراء قبل أربعة تلاف وخمسمائة سنة قبل الميلاد راست سفينة نوح على جبل الجودي شمال العراق على حدود تركيا بعد ما استمر الطفن أربعين يوم وليلة ويقال شهور والله أعلم عمر أهل نوح الأرض ورغم قلتهم إلا إنهم كانوا بارعين جدا ومن هنا سمية سيدنا نوح بأبو البشرية التاني وهي تسمية نوعية لإن كان معاه 80 شخص ولكن يقال بإن 80 شخص دول ربنا أصابهم بالعقل والله أعلى وأعلم سيدنا نوح عليه السلام في عمره اللي عاشه خلف أربع أبناء وهم يام اللي غرق في الطفن وسام وده جد العرب واليهود ومن زريته سيدنا إبراهيم وسيدنا هود وسيدنا صالح وكل الأنبياء بلا استثناء حام خلف أربع أبناء هم كوش جد النبيين والصوماليين والسودانيين فوت وده جد البربر وسكان شمال إفروكيا المعرفين دلوقت بتونس والجزائر والمغرب مصريام جد المصريين الفراعنة وتسمت مصر على اسمه وكانعان جد الفلسطينيين كمان من زرية سيدنا نوح يافس جد الأطراق والسلاجقة والروم الأولى والمغول والباكستانيين وكمان جد يأجوج ومأجوج والفرق بين الروم الأولى والتانية أن يافس ابن نوح كانت زرية الروم الأولى وأصلهم يوناني وهم أولاد روما ابن لبطة ابن يونان ابن يافس ابن نوح وكانوا وسانيين بيعبدوا الأصنام ولما ظهر المسيحية ظهر كوستنطين ونقل عاصمة الروم للكوستنطينية اسطنبول حاليا وأنشأ الامبراطورية البيزنطية ودي الروم اللي كانت مذكورة في الكرآن اللي اتهزمت من الفرس غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون أما الروم التانية فدي أصلها من نسل عيص ابن إصحاق ابن إبراهيم وبما أن سيدنا إبراهيم أصله من نسل سام بكده يكون من زرية الروم التانية ولازم تعرف أن الناس لسيدنا نوح هو اللي شكل العالم دلوقتي وكلنا أحفاد سيدنا نوح وأخيرا كلها اجتهدات من العلماء في تفسير كتاب الله والله أعلى وأعلم بصحته وبكده تكون انتهت قصة حلقتنا النهاردة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الدرس علشان نستمر في محتوانا كان معكم محمد أيوب من قناة مايكروفون سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة